اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاما تقول متوازية وموازية للمحور الثانوي او للمحاور الثانوية الموجودة في المرآة او تقول متوازية وغير موازية للمحور الثانوي اذا لما اقول كده زي ما احنا شايفين يعني ايه كلمة البورة الثانوية هقول البورة الثانوية هي نقطة طلاقي الاشعة برضو المنعكسة او امتدادها سواء كانت مرآة مقارة او محدبة بعد ناكسها عندما تسكت الاشعة لسطح المرآة الكرية متوازية وموازية للمحور الثانوي وليس الأصل. طيب نستكمل بقية المقارنات. لو قال لي في الامتحان ده طبعا برضو سؤال بيجي كتير شوية في الامتحانات. لو قال لي قارن ما بين البقرة الحقيقية والبقرة التقديرية. البقرة الحقيقية زي ما احنا شايفين في المقارنة لا تتكون إلا بواسطة مرأة مقارنة فقط. إذن كأول وجهة مقارنة هقول إن البقرة الحقيقية تتكون من طلاق الأشعة بعد ناكسها بواسطة المرأة المقارنة. طيب والبقرة التقديرية هقول بتتكون من طلاقي امتداد. الامتداد لا يتكون إلا في حالة المرأة المحدبة. إذن تتكون من طلاقي امتداد الأشعة بعد إنعكسها وذلك في المرأة المحدبة. دايما البقرة الحقيقية هلاقيها إن هي بتتكون أمام السطح العاكس وليس خلفه. طبعا الفكرة في كده إن البقرة ومركز التقاور موجودين في المرأة المقارنة أمام السطح العاكس وليس خلف السطح العاكس إذن تقع أمام المرآة طب في حين أن البقرة التقديرية بتقع خلف المرآة البقرة الحقيقية أنا لو جبت ورقة بيضة أو حائل ممكن أن أنا أستقبل هذه البقرة بوسطة الحائل دوت أو على الحائل دوت أو على ورقة البيضة عشان كده أقول لك يمكن استقبالها على حائل في حين أن البقرة التقديرية لا يمكن استقبالها على حائل طبعا بسبب بسيط جدا لأنها بتبقى موجودة خلف السطح العاكس أو خلف المرآة طبعا آخر وجه مقارنة هقول إن البورة الحقيقية زي ما قلت لكم الشواء بتتكون بواسطة مرآة مقاررة لكن البورة التقديرية بتتكون بواسطة مرآة محدبة لو قال لي في الامتحان كرسم وقال لي ارسم أو كمل مصاري الأشعة زي ما احنا شايفين كده مع بعض يعني مثلا قال لي لو في شواء ضوئي ساقط موازي للمحور الأصلي سواء إن كانت المرآة دي مقاررة زي ما احنا شايفين أو مرآة محدبة أو المصار هقول إن الشواء الضوئي الساقط موازيا للمحور الأصلي سواء كانت مرقاة مقعرة أو مرقاة محدبة هينعكس بنفسه هو مر بالبقرة في حالة المرقاة المقعرة أو الامتداد بتاعه بعد ما بينعكس هيمر بالبقرة يبقى أول ما صار كده تاني هيقول لي الشوعة الساقط موازية للمحور الأصلي ما لو بيحصلوا إيه لو كانت المرقاة مقعرة هينعكس بنفسه ويمر بالمرقاة المقعرة زي ما احنا شايفين بالبقرة لو كانت المرقاة المحدبة هينعكس والامتداد هو اللي هيمر بالبقرة طيب المصار التاني هقول إن الشوعة الضوء الساقط هو بنفسه مر بالبقرة أو الامتداد بتاعه بيمر بالبقرة يبقى كلمة الامتداد دايماً أنا أقصد بيها المرآة المحدبة وكلمة إن الشوعة لما بيسكت بنفسه بيقصد بيها كلمة مرآة مقارن الشوعة الضوء الساقط مر بالبقرة أو امتداده هو اللي بيمر بالبقرة ماله هقول بيانعكس موازياً للمحور الأصل المصارى رقم ثلاثة اللي أنا بتكلم عليه برضو هقولي إن الشواق الضوء الساقط مرًا بمركز التقاور أو الامتداد بتاعه هو اللي بيمر بمركز التقاور بينعكس على نفسه طبعاً ممكن يقولي في الامتحان على المصاري رقم 3 دوة علي المئاتي هو ليه الشواق الضوء لما بيسكت مرًا بمركز تقاور المرآة بينعكس على نفسه الإجابة بسيطة جداً هقولي إنه لما بيسكت مر بمركز التقاور بيسكت عمودي على سطح المرآة وبالتالي بتكون زاوية السقوط بتساوي زاوية الإنعكاس بتساوي سفر عشان كده بينعكس على نفسه دي بالنسبة للمصارات الأشعة طبعا ممكن يجيب لي رسمة زي كده ويقول لي أكمل المصاري يعني يجيب لي شوعة موازي كده على مرايا مقارة ويقول لي كمله فأنا أروح راسم التكملة بتاعته إنه هو هرسم ساهم بيمر أو الإنعكاس بتاع الشوعة الضوئي بيمر بالبقرة زي ما احنا شايفين كده قدام طيب خدنا بعد كده الجزء الخاص بتكون الصور في المرايا الكورية قلت فيه عدة حالات للمرأة المقارة وهي حالة واحدة بس للمرأة المحدبة برضو زي ما احنا شايفين كده قدامنا على رسمة لو سقطت الأشعة متوازية كلمة يعني سقطت متوازية الأشعة بتسقط متوازية لما تسقط من مصدر ضوئي بعيد زي الشمس زي ما احنا شايفين كده في أول مصار أو أول رسمة فلما تسقط الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي بتنعاكس وبتتجمع في نقطة النقطة دي اسمها البقرة طبعا هي بو في المرأة المقارة تبقى بقرة حقيقية ولو الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي بتبقى برضو بقرة أصلية يبقى هي في نفس الوقت البقرة اللي قدامنا دي بقرة حقيقية وبقرة أصلية طيب الصورة المتكونة خوصها ايه؟ هقول الصورة دي حقيقية لأنها تكونت أمام السطح العكس ماشي دي أول حاجة تاني حاجة هي عبارة عن نقطة مضيئة عارف انت لو رسمت أو لو جبت الأول مراية مقارة واستقبلت الأشعة بتاعة الشمس على حائل النقطة المضيئة اللي هي بتكون البقرة ما هي إلا صورة الشمس بس بتبقى صورة مصغرة جدا جدا للجسم الحقيقي زي ما قلتلكم قبل كده حتى قلت عليها معلومة مهمة جدا لما كان أرشميدس صلت المرأة المقارة دي كبيرة جدا لما كان فيه أيام الأغريق أسطول جاي يهجم على البلد اللي كان موجود فيها فصنع مرأة مقارة كبيرة جدا وبدأ يسلط الأشعة بتاعة الشمس وركزها في نقطة على الأشرة وبتاعة السفن دي فبدأت إنها تزداد فيها شدة الحرارة والطاقة فبدأت إنها تحترق فقالوا ده معهم سلاح قوي جدا مع إنه كان عبارة عن مرأة مقارة يعني ولا سلاح ولا أي حاجة طيب المصاري التاني أو الخاصية التانية لما أقولك إن الجسم يبدأ زي ما انا شايفين برضو قدامنا على الرسم لما الجسم يبدأ يقرب شوية من المرأة ويبقى على بعض أكبر من الميم أنا قلتلكوا إن الميم اسمها مركز التقور أو لما اجي أقول مثلا من ضعف البعض البقري يعني بعد الميم الفكرة كلية في الرسم إنا قلتلكوا طبعا أهم ملخوظة إن لازم أكون رسم البيه في المنتصف ما بين الميم وما بين القاف البقرة تقع دائما في المنتصف ما بين مركز التقور وما بين قطب المرأة بعد كده رأس ما يطلع صح جدا وبطريقة بسيطة جدا هرسم الجسم كسه وارسم من عند الجسم شوائع موازي للمحور الأصلي هينعاكس مار بالبقرة وارسم شوائع من عند نفس الجسم مار بالبقرة هينعاكس موازي لمحور الأصلي موضع التقابل أو التقاطع بتاع الشوعين المنعاكسين هو دوت موضع الصورة إذن لما الجسم يكون بعد المين أو على بعض أكبر من دعف البعض البقري أو مركز التقاور الصورة هتتكون ما بين البيه وما بين المين الصورة هقول كده على بعض أكبر من البعض البقري وأقل من ضعف البعض البقري لما قولك يوصف للصورة دي ايه تقولي رقم واحد الصورة دي حقيقية لأنها كونت أمام المرأة المقار أمام السطح العكس اثنين الصورة دي بينا بالنسبة للجسم إن هي مقلوبة تلاتة الصورة دي مصغرة بالنسبة للجسم إذن عندما يكون الجسم على بعض أكبر من ضعف البعض البقري يعني أبعد من ميم الصورة هتكون ما بين به وميم ووصف الصورة هتكون صورة حقيقية مقلوبة مصغرة نكمل باقي الرسومات افرد إن الجسم قرب شوية بقى على مركز التقاور لو الجسم قرب شوية بقى على مركز التقاور يعني على ميم بالضبط أو أقول إن الجسم على بعض بيساوي ضعف البعض البقري نفس الفكرة بالضبط نرجع تاني هقولك هرسم شوية من عند الجسم موازي للمحور الأصلي هينعاكس مر بالبقرة وهرسم شوية من نفس النقطة مر بالبقرة هينعاكس موازي للمحور الأصلي موضع تقابل النقطتين مع بعض هو ده موضع الصورة زي ما احنا شايفين على الرسم كده الصورة دي لما جاء أوصفها برضو هقول إن هي حقيقية لأنها كونت أمام السطح العاكس وفي نفس الوقت مقلوبة وفي نفس الوقت مساوية للجسم يبقى لو قالك في الامتحام إمتى بعض الجسم عن المرئة المقعرة يساوي بعض الصورة تقولي في حالة واحدة بس لما الجسم يبقى على بعض بيساوي مركز التقاور أو على بعض بيساوي ضعف البعض البوري في الحالة دية الصورة هي كمان هتبقى على بعض بيساوي ضعف البعض البوري وطبعاً الصورة لو كان مثلاً لو ألف الامتحام تم رسم أو تم وضع الجسم طوله مثلاً 10 سنتي أمام مرآة مقارعة على بعضه بيساوي ضعف البعض البعض يعني على المين الصورة هيبقى طولها دي برضو طولها يبقى 10 سنتي إذن طول الصورة قدوا طول الجسم عشان كده بقول إن الصورة هتكون حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم يبدأ الجسم يقرب شوية كمان يبقى ما بين البي والمين يبقى على بعض أقول أكبر من البعض البعري وأقل من ضعف البعض البعري نفس الفكرة بالضبط هدى أرسم شوية موازية للمحور الأصلي هينعاكس مر بالبقرة وهرسم من نفس النقطة شوية بيسكت مر بالبقرة هينعاكس موازية للمحور الأصلي اللي اتنين هيتقابلوا في نقطة واحدة النقطة دي هي موضع تكون الصورة أوصف الصورة إزاي هقول إن الصورة ديتها تبقى حقيقية لأنها برضو أمام السطح العاكس وفي نفس الوقت مقلوبة وفي نفس الوقت بدأت إنها تجبر أو بقت مكبرة يبقى كملاحظة كده مهمة جدا الجسم لما كان بعيد جدا زي الشمس أو أشعة الشمس الصورة كانت مصغرة جدا الجسم بدأ يقرب كان على بعض أكبر من الميم الصورة بقت ما بين البي والميم والصورة بدأت تجبر بقت مصغرة حالة التالتة الجسم بقى على الميم الصورة بدأت تبعد بقت هي كمان على الميم وبدأت تقبر بقت مساوية الجسم قرب تاني من الميراية المقعرة بقى ما بين البيه والميم بين البورة ومركز التقاور الصورة بدأت تبعد تاني بقى بعد الميم وبدأت تبقى مقبرة إذن كل ما بيقرب الجسم من الميراية المقعرة الصورة بتبتعد عن الميراية المقعرة دي حاجة حاجة تانية الصورة بتبدأ إنها تقبر في الحال طيب الحالة الأخيرة لو قال لي إن الجسم وقف على بعض اقل من البعض البوري يمكن الحالة ديت اللي انا قلتلكو عليها قبل كده في الشرح ان الحالة الوحيدة اللي الصورة فيها بتبقى تقديرية وليست حقيقية في المرأة المقارة لما الجسم يكون على بعض ها اقل من البعض البوري يبقى هرسم مرأة مقارة زي ما احنا شايفين وهرسم جسم اللي هو السهم ده وتلي بيمثل الجسم على بعض اقل من البعض البوري هرسم سهم شواء ضوئي بيسكت من الجسم على المرأة موازل للمحول الأصلي هينعكس مرة بالبقر وهاجم لعند نفسه نقطة بالمصطرة كده معي وهرسم شعاع بيمر بمركز التقاور فهينعكس على نفسه الاتنين هيتقابلوا في الامتداد بتاعهم خلف السطح العاكس في الصورة عشان كده قلت لك ان الصورة دي هتبقى صورة ايه ها تقديرية مش معنى لانها تكونت خلف السطح العاكس وراء المرية نتيجة تقابل امتداد الاشعاء المنعكسة وليس الاشعاء المنعكسة لو قال لي في الامتحان متى تتكون صورة تقديرية وليست حقيقية بوسطة المرآة مقاررة وليه حالة واحدة بس عندما يكون الجسم على بعض ها أقل من البعض البقري ساعتها اقول ان الصورة بتكون تقديرية ومعتدلة ومقابرة او يقول لي في الامتحان على الماتي عند وضع جسم على بعض من مرآة مقاررة أقل من بعضها البقري تكون الصورة تقديرية اقول علشان رقم واحد بتتكون خلف السطح العاكس اثنين نتيجة تقابل امتداد الأشعة المنعكسة تلاتة هذه الصورة لا يمكن استقبالها على حائل ما تقدرش انت تستقبلها طبعا ولا على وراء ولا على حائل بسبب انها بتتكون خلف السطح العاكس او خلف المرآة وبالتالي لا يمكن استقبالها على حائل عشان كده هي صورة تقديرية بالنسبة للمرايا قلنا المقاررة دي كانت الحالات اللي بالنسبة للمرايا المقاررة لو قال لي في الامتحان عرف كل من العدسات في العدسات انا قلت ان العدسة هي سطح كاسر للضوغ ولايس سطح عاكس للضوغ اذا انا العدسة هي سطح كاسر للضوغ السطح الكاسر للضوغ الفكرة بتاعته كلها ان الشوع الضوئي ל�ما بيجي ويسكت عليه مش بين عاكس لا دا بينفزه وبيخرج من الجهة الاخرة طب لما بينفزه وبيخرج من الجهة الاخرة بيحصل له? ايه بيحصل له ظهرة الانكسار نتيجة انتقال الضوء ما بين وساطين شفافين مختلفين في الكسافة فيختلفوا في السرعة فابتحدوا الزائرة الانكسار إذا لما أقول كلمة العدسة هي إيه؟ حول أن العدسات هي وسط شفاف كاسل للضوء يحدوا سطحان كريان لو قال لي في الامتحان يعني إيه كلمة العدسة المحدبة أو العدسة المقارعة سعاد يقولك في الامتحان أمامك عدسة محدبة وعدسة مقارعة كيف يمكنك التفرق بينهما بمقرد النظر تشوفهم كده قدامك محطوطين مثلا قدامك على مكتب إزاي تقدر تفرق ما بين عدسة محدبة وعدسة مقارعة تقولي بطريقة سهلة جدا العدسة المحدبة دايما بتبقى ساميكة من الوسط وراقيقة من الطرفين طب والعدسة المقارعة العكس بتبقى رقيقة من الوسط وساميكة من الطرفين وفكرة العدسة المحدبة طبعا زي العدسة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق أهلنا كلنا اللي هي في العين العدسة العينية دي عدسة محدبة فكرة أنها لازم تجمع الأشياء الساقطة على العين عشان اقدر ان انا اشوف صورة اي جسم اذا العدسة المحدبة هي عدسة مجمع للاشع طب العدسة المكارة هي عدسة مفرقة للاشع طيب دي لو قال لي قارن طبعا او ازاي تفرق ما بين عدسة محدبة وعدسة مكارة طيب قلنا برضو بعض التعريفات عن العدسات لو قال لي في الامتحان ما المقصود بكل الممياتي نصف قطر تقاور العدسة اللي هو النق نص القطر هو النص قطر تقاور العدسة هو عبارة عن زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الجدول هو نصف قطر القرى التي يكون هذا الوجه جزءا منها طيب ده قد بالنسبة لتعريف نصف قطر العدسة طب لو قال لي تعريف المركز البصري وقال لك ان اي عدسة في البطن بتاعها بالضبط في نقطة النقطة دي وهمية مش موجودة اساسا بس النقطة دي لو عدى او سقط عليها اي شواء ضوئي النقطة الوحيدة اللي مش بتكسر الاشعاء هي المركز البصري فلما اجعرها في المركز البصري اقول هي نقطة وهمية تقع في باطن العدسة على المحور الاصلي وكمعلومة ان اي شواء بيمر بهذه النقطة بينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار زي ما فهمنا كده بعض المصطلحات الخاصة بالعدسات وان شاء الله هنتابع بقية المقارنات والرسومات الهمة في العدسات وفي الواحدة التانية وتابعونا ان شاء الله وزي ما قلتلكم قبل كده لو في اي استفسار او اي سؤال في اي جزء في المنهج سواء في الواحدة الاولى او في الواحدة التانية رسلونا وبعطونا هذه الاسئلة وان شاء الله نجاوبكم وانفدكم ان شاء الله ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة